السلام عليكم لاحظت أن هناك العديد من الفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي حول وصفات لتنظيف الشرايين من الكوليسترول ما هي دقة هذه النصائح وكيف يتجمع الكوليسترول على جدران الأوعية الدموية وكيف يمكن تخلص منه إضافة إلى أسئلة أخرى الهدف من هذا الفيديو هو الإجابة عن كل هذه الأسئلة بطريقة علمية وطبية مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم طبية ميديكول معكم دور لقد سنعرفه أن الكوليسترول هو مادة مفيدة للجسم وضرورية لعدة عمليات بيولوجية ولكن ارتفاع نسبته الكوليسترول في الدم كيزيد من خطورة تكون وزيادة لويحات الأوعية الدموية والتي يؤدي في الأخير لطيغوس كلابوس هذه اللويحات هي عبارة عن كتلة تتكون من تراكم رواصب لمواد الدهنية والكوليسترول إضافة إلى مخلفات الخالية ومواد أخرى مثل الكالسيوم والفيلافيبرين تراكم هذه اللويحات في الشرايين كيجعلها سميكة وصلبة ويرفع كثيرا من خطورة النوبات القلبية والسكسات الدماغية وللإشارة هناك نوعان من الكوليسترول الكوليسترول الجيد والذي يسمى البروتين الدهني عالي الكثافة الرمز دياله هو الـ HDL وهناك أيضا الكوليسترول الضار أو السيء وهو البروتين الدهني منخفض الكثافة والرمز دياله هو الـ LDL لماذا هو الضار؟ أنا كنت أتكلم على الـ LDL لأنه عند ارتفاع نسبته في الدم الزائد منه يطفو ويلتصق بجدران الشرايين وهذا كيسهل من تكون لويحات البلاك أما الكوليسترول الجيد فهو كيمنع تكون هذه اللويحات من بين الأسئلة الكثيرة المطروحة حول الموضوع هي في أي عمر تبدأ الترصبات في الشرايين عموما تصلب الشرايين كيبدأ بعد عمر 45 سنة عند الرجال وخمسة وخمسين سنة عند النساء إذن العمر بحد ذاته هو عامل خطر كيسماستنفاكتور ديغيسك لانسيدات الشرايين ولكن نمط الحياة غير صحي يمكن أن يزيد كذلك من خطر انسيدات الشرايين في سن أصغر عند الجنسين السؤال الآن هو كيف يمكننا تنضيب الشرايين من الكوليسترول وتخلص منه؟ الجواب الطبي وبكل أمانة علمية أنه لا يمكن تخلص نهائيا من الترصبات في الشرايين ولكن هناك طرق ناجحة لتخلص حجم لوحات المترصبة على الشرايين وبالتالي تقليل من خطورتها إذن تلك الوصفات المنتشرة في السوشيال ميديا أغلبها كاذب وغير علمي ويجب الحذر منها أهم وأنجح هذه الطرق هي اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط لأن هذا النظام الغذائي المتنوي يخفض من نسبة الإصابة بأمراض القلب والشرايين بنسبة 30% وكيف كان عرفوه هذا النظام الغذائي المتوسطي هو غني بزيت الزيتون والفواكه والخضر وأيضا الأسماك والمكسارات وأيضا هناك كميات معتدلة من الجبن وقليل من اللحم الحمراء أو المصنعة ثانيا هناك تجنب تدخين لأن التدخين يدمر جدران الشرايين وتجنبه يرفع من نسبة الأشدائي وهو الكوليسترول جيد ثالثا هناك ممارسة الرياضة بانصدام على الأقل ساعة ونصف كل أسبوع لأن التمرين الرياضية ترفع من نسبة الأشدائيل وتخفض الضغط والسكر في الدم وأيضا كتحرق الدهنيات وأخيرا هناك بعض الأدوية مثل الليستاتين اللي كتخفض من إنتاج الكوليسترول من طرف الكابيد إذن المعادلة بسيطة وسهلة ووضحة تخفض مخاطر الكوليسترول تكون بنظام غذاء صحي زائد تجنب العادات السيئة والخمول والسعمال الأدوية عند الحاجة أما تلك الوصفات المنتشرة والغير علمية فليس لها أي تأثير أو نتيجة على ما يسمى تنظيف الشرايين من الكوليسترول في النهاية وكالعداء أتمنى أن يكون الفيديو مفيدا ومفهوما شكرا للمتابعة وإلى اللقاء في فيديو آخر وموضوع آخر إن شاء الله دمتم في صحة جيدة